محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمام محمد زينات الدنيا وبهجتها محمد كشيف الغمات والظلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد جاء في حديث سيدنا هند بن أبي هالة خال الحسنين رضي الله عنه وعنهم جميعا أخو موليتنا فاطمة الزهراء من أمها ابن سيد خديجة رضي الله تعالى عنهم جميعا كان وصافا سأله سيدنا الحسن أن يصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذاك الحديث الشهير الطويل العامر بالأوصاف الجليلة والحلية العظيمة جاء فيه وقد أخرجه الإمام الترمدي أنه قال لا تغضبه الدنيا وما كان لها لا تغضبه الدنيا وما كان لها فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد أي من الغضب ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها لا تغضبه الدنيا إذا ذهبت أو إذا وقع فيها شيء أما إذا تعرض للحق فلم يعرفه أحد أي من غضبه سنتحدث أيها السادة في هذا المجلس عن غضب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا يفزع لأننا إنما نتعلم بشمائده الكريمة لنتخلى عما نحن فيه من أنه تغضبنا الدنيا ويغضبنا ذاك القريب إذا لم يدعونا إلى فرحه أو نحو ذلك إذا نريد أن نتعلم أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لم يكن على ذلك أبدا كان يغضب نعم فإذا غضب غضب في أمور الحق لقد كان صلى الله عليه وسلم يغضب لله ويرضى لله سبحانه ولرضاه ولم تكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لها ولم يكن يغضب لنفسه وينتقم لها وحاشاه من ذلك ومن استقرأ أي من نظر يعني استقراء إلى الأسباب التي كان يغضب من أجلها صلى الله عليه وسلم يجدها كلها ترجع إلى أن ذلك كله كان لله سبحانه وتعالى وفي أمر الله سبحانه وانتصاراً لدين الله وانتصاراً للحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لا للدنيا ولا لنفسه ولا لأهله ولا نحو ذلك فمن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من العمل الذي ينفر المؤمن من العمل الذي ينفر المؤمن عن مواطن الخيرات جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغدات صلاة الصبح من أجل فلان لمعاد بن جابل صحاب الجليل مما يطيل بنع أي إني لا أحضر لصلاة الصبح وأحرم من صلاة الصبح بسبب أن الإمام عندنا يطيل كثيرا فيتعبني في الصلاة فأصليها في بيتي أي مما يطيل بنا أي يطيل الصلاة بنا قال أبو مسعود فما رأيت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطب أشد غضبا في موعدة منه يومئذ هنا الوقف ما رأيناه صلى الله عليه وسلم في موعدة ظهر عليه الغضب كما ظهر عليه في هذا الأمر المتعلق بدين الله والذي كان سببه أن المسلمين نفروا من صلاة الجماعة بسبب ما يطيل الإمام بقصد جميل وحسن لكن كان لابد أن يوجه ثم قام خطيبا وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن منكم منفرين أي منكم من غير قصد لكنهم ينفرون من العبادة فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز أي فليقلل وليخفف فإن فيهم المريضة والكبيرة وذي الحاجة وذي الحاجة هذا توجيه للساد الأئمة من أن من خلفك من المصلين عند حاجة من حوائج الدنيا وسيد الوجود صلى الله عليه وسلم أمرك أن تخفف عليه صلاته بالله قربة أعظم قربات من أجل حاجته من حوائج الدنيا نعم لأجل أن يرجع في الغد وبعد ذلك وانحو ذلك فغضبه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يكن لدنيا ولا كان لنفسه ولا نحو ذلك ولا أهله ولا ابنته رضي الله عنها ولا أقربائه إنما كان لدين الله فليكن غضبك أيها المؤمن إن كان لما كان عليه غضب سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ومن ذلك كذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من شدة الإثقال والإحراج وشدة الإلحاح لما يرى من المؤمنين الحاحن في غير محله فيما قد ينعكس عليهم بالضرر يغضب من أجلهم لأن الأمر متعلق بدين الله ففي صحيح البخاري عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حصيرا يعني من حجرته وصلى إليه نافلة من النوافل في إحدى الليالي والراجع أنها رمضان لأنها روايات فتتبع إليه رجال وجاءوا وصلوا بصلاته أي يقتدون به ثم جاءوا ليلة أخرى فحضروا في ليلة ثانية وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليه بل صلى تلك النافلة في بيته فرفعوا أصواتهم ينادونه الصلاة الصلاة فخرج إليهم مغضبا وهنا الشاهد فخرج إليهم غضبانا مغضبا فقال لهم صلى الله وربي وسلامه عليه ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم ما زال بكم ذلك الصنيع تنادونني الصلاة حتى ظننت أنه سينزل وحي تفرض عليكم هذه الصلاة النافلة ولن تطيقونها حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم يريد النافلة فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أي المفروضة الشاهد في القصة أنه خرج صلى الله عليه وسلم مغضبا لأجل أنهم أرادوا الصلاة خلفه فغضبه صلى الله عليه وسلم ظاهره غضب وحقيقته رحمة حقيقته رحمة بهم ردوان الله عليهم خشية أن تفرض عليهم تلك الصلاة ولا يداومون عليها أو قد يعجز من يأتي من بعدهم ونحو ذلك قال إمام بن حجر في فتح الباري والظاهر أنه غضب صلى الله عليه وسلم لكونهم اجتمعوا بغير أمره ولم يكتفوا بالإشارة منه إذ أنه لم يخرج إليه بل بالغوا في ذلك ونادوه لأجل الصلاة فكان غضبه صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا من غير أمره ولم يفهموا بطريق الإشارة أنه لا يريد اجتماعهم وبعد كل ذلك غضبه لأجلهم أي لأجل أن لا يقع عليهم فرض وإجاب في تلك الصلاة فلا يستطيعوها هذه أيها الأحباب نمالج من غضبه صلى الله عليه وسلم تعرف بها أيها المؤمن أنه إن كان ولا بد أن تغضب لأجل شيء ما فليكن في دين الله وليكن لترك ولدك الصلاة أو تأخيره الصلاة عن وقتها أو نحو ذلك لا لأمور الدنيا كما كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشيء من أمور الدنيا بل لما جاءه من قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب وقال في أحاديث عدة إن الغضب من الشيطان لأنه علم أن غضبنا إنما على أمور الدنيا فغضبنا الذي هو على أمور الدنيا من الشيطان أما الغضب حينما يكون لأجل أمر من أمور الله من أمور الشرع فهذا الغضب بالله ومن الله من أجل غيراته على شرع الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم بجاه النبي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يكرمنا بهذه الشمائل النبوية الكريمة قولا وفعلا وحالا وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمام محمد زينات الدنيا وبهجتها محمد كشف الغمات والظلام